بايع السعوديون الامير محمد بن سلمان وليا للعهد بايع المواطنون اميرهم الشاب الطموح مدعين لديه امالهم في دولتهم الفتية ورؤيته المستقبلية ويتوج اختيار الامير محمد بن سلمان وليا للعهد مسيرة كبيرة في العمل السياسي والعسكري علاوة على الملفين الاقتصادي والتنموي ولي العهد نجاحات وطموح في أبريل 2007 عين الامير محمد بن سلمان مستشارا متفرغا بهيئة الخبراء في مجلس الوزراء وفي ديسمبر 2009 تم تعيينه مستشارا خاصا لولده الملك سلمان حيث كان اميرا للرياض آنذاك مع استمراره مستشارا في هيئة الخبراء كما تم تعيينه ايضا امينا عاما لمركز الرياض للتنافسية ومستشارا خاصا لرئيس مجلس ادارة دارة الملك عبد العزيز وعمل عضوا في اللجنة التنفيذية العليا لتطوير الدرعية في 2013 تم تعيينه مستشارا خاصا ومشرفا على المكتب والشؤون الخاصة لولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بعد تولي الملك سلمان ولاية العهد في أبريل 2014 أمر ملكي بتعينه وزيرا للدولة عضوا في مجلس الوزراء إضافة إلى عمله وفي يناير 2015 عين وزيرا للدفاع ورئيسا للديوان الملكي ومستشارا خاصا لولده الملك سلمان بن عبد العزيز بمرتبة وزير أما في يناير 2015 تم إنشاء مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية وتشكيل المجلس برئاسة الأمير محمد بن سلمان وفي أبريل 2015 الأمير محمد بن سلمان وليا لولي العهد في أبريل 2016 صاحب رؤية المملكة 2030 ومهندسها لإعداد المملكة لمرحلة ما بعد النفط يطلقون على الأمير محمد بن سلمان أمير الشباب صانع الإنجازات رجل السياسة والاقتصاد وهاهو اليوم على اعتاب مرحلة جديدة من العمل والإنجاز وليا لعهد الملك سلمان الذي تعلم في مدرسته فنون الوطنية والقيادة ومستلهما دربه من جده الملك عبد العزيز طيب الله ثراء